مبارح كان متواجد لاعب النادي الأهلي الجديد إمام عشور لعب منتخب نصر والصفقة الجديدة لفريق النادي الأهلي وحضر مراسم احتفال النادي الأهلي باستلام درع الدوري للمرة 43 في تاريخه أنا عايز أتكلم عن إمام عشور كصفقة صفقة مفيدة فنياً لأنه لازم يكون هنا النادي الأهلي يعرف أن الأهلي ما بيعملش صفقات إلا اللي محتاجها بس وهتحقق استفادة فنية يعني أنا بحي مرسل كور على اختياراته واختياره لإمام عشور لأنه لعب دولي وعنده قدرات مميزة هشوفها مع بعضه كلنا وشوفناها في الفترة اللي فاتت طوال الفترات اللي فاتت دي مع منتخب مصر وحتى لما احترف في الدنمارك كان المستوى رائع وسجل هدف في أول مباراة لعبها مع سبورتينج لاشبونة ضد سبورتينج لاشبونة في الدوري الأوروبي إمام عشور هيمثل إضافة كبيرة جداً لخطة وسط النادي الأهلي وبيتميز بالتسدداء قوي جداً من خارج منطقة الجزاء وهيكون تعويض لرحيل حمد فتحي اللعب الخلوق اللي نضم النادي الوقر القطري وبنتمنى كل التوفيق لإمام عشور مع النادي الأهلي